اشتركوا في القناة بس احنا صراحة يعني نحاول قدر الامكان انه نغطي مادة الاكوبمنت وما نطول بها فنبدي بهذا الموضوع اللي هو موضوع صغير راح نسويه بفيديو واحد حتى يستفادوا من عنده ويعني ما يكون فت شي مطول اي بي اي فلانج المواضيع اللي راح طبعا نطرق له اي بي اي كونكشنز وعدنا رين قاس جيت اند جروفز هذي ثلاث مواضيع ان شاء الله اليوم راح ناخذهن ثلاثة هن زين مثل ما موضح بالصور فان شاء الله راح يعني ما نشرح بتفاصيل دقيقة حتى ما يطول علينا الفيديو ونستفاد من الوقت حتى نكمل الاكوبمنت بس ان شاء الله نغطي يعني اللي نقدر علي ان شاء الله اذا نبدي اول شي بالاي بي اي فلانج عدنا احنا نوعين من الاي بي اي فلانج اللي مستخدمة بمعدات سيطرة على الابار اللي هي منية اي بي اي تايب سيكس بي فلانج اذا هاذا النوع تايب سيكس بي وعدنا نوع ثاني السيكس بي اكس طبعا هاي راح نشرحن ان شاء الله بالسلايدات الجاية زين السيكس بي اللي هي هاي والسيكس بي اكس اللي هي هاي طبعا السيكس بي والسيكس بي اكس يعني تشير الى refer to the type of the فلانج تشير الى انه شنو نوع الفلانج هذا السيكس بي وسيكس بي اكس لا تخبط بين الرنج وبين الفلانج من يقلك سيكس بي معناها لنوع الفلانج من يقلك ار من يقلك سيكس بي اكس شنو معناها ذاكه رنج اذا هذي دبل استد هذي استدات هاي فلنجة كلكم شايفين هاي الدبل استد طبعا كوبية تختلف من ضغط الى ضغط من قطر الى قطر يعني آآ يعني السايس قصدي آآ عندك هنا انا هذي الرنج رنج قاز قيت طبعا راح ايه شي الصورة على متحته تتوضح للسلايدات الجاية هذا الفلنج زيان وهذا القروف زيان وهذا الرنج قاز قيت هذا الرنج هو نفس اللي هذي زيان عندك هذي ابعاد هذي رنج قاز قيت مبين هذي يعني بي اكس هذي الابعاد مالة الفلنج طبعا اكو سلايد رول وايضا عندي فيديو عن السلايد رول يعني اخلي لكم ان شاء الله الرابط مالته ياما بالصندوق الوصف ياما اخلي لكم اياه كبطاقة يكون هنا يعني تظهر لكم حتى ادخلون على شارح عن الابعاد مالة الفلنج سلايد رول شارح شرح كامل عنه المهم اهنا عندك هذي ايضا صورة للسيكس بي والسيكس بي اكس اهنا يعني يوضح لك اياها هذا اهنا التوب بيو هذي الفلنج الشكل مالته اهنا سكشن الخاص بالفلنج شوف اهنا الفتحات هذي مالته وهذا الهول هذا يعني التجويف مالته اهنا هذا ار نوع الرنج شوف ار وهناك سيكس بي اكس والسيكس بي هذا اهنا رنج اهنا فلنج هذا ار اكس شوف بده بيه تضليع يصير هذي فلنج زين اهنا فلنج اي بي اي سيكس بي اكس هذي النوع يسمونه سيكس بي اكس تايب الرنج مالته بي اكس رنج غاز قيت نزين حس نيجي علي الكونكشن شون نربط فلنج ويفلنج عدنا ثلاث انواع من من الربط ثلاث اي بي اي كونكشن استداد اي بي اي كونكشن انواع منه كونكشن كونكشن Oh كونم بيد هب كونكشن واعدنا فلنجت كونكشن اللي هيستد عار انسرت انتو hold drill it into the flange face. حسنا روح الصورة توضح لنا هذي الامور. هذي steady connection. زيان. يعني هي بها بها موجودة. وهذا شكله يشوف هنا. عندك اللي هو هذة. وينربط عن طريق هذة القطعة. وعدنا اللي هي هاي. فلنجة على فلنجة تربط ببولتات. هذي ثلاثة انواع من الكوننكشن. هذة شوف الهام. هذة كلامبت هب كوننكشن. هذة الكلم. هاي الكلم. وهذا الهب. اوكي. وهذا السيلة اللي ببياناتهم. هذة هب منها وهب منها هيج. حتى الصروات هاي لك. نجي على الموضوع الثالث اللي هو الرينجازجيت. ان دي جرووز. رينجازجيت. سفرال تايب. اف رينجازجيت. ار يوزيت. او بي. او بي. او بي. او بي. اذن عدنا مجموعة من من الانواع الخاصة بالرينجازجيت. مستخدمة على البي. او بي. و الول هاد. اي بي. اي تايب. ار. اكو نوع اسمه. ار. رينجازجيت. شون شكله هاذا شكله. شوفها. اوول. ار. رينجازجيت. واكو اكتاجونال. ار. رينجازجيت. شنو فرقهاده عن هاذه. هاذه بيضوي. هاذه ثماني الاضلاع. اوكي ثماني الاضلاع. اتجيب فلنجة على فلنجة داخلهن شنوه? الرنج هذا. هل هو فيس تو فيس? لا شوفه ماكو فيس تو فيس. وهي الفلنجة? هذا العادي الار وهذا الار اكس اللي هو شنوه? الانيرجايز افتر ماونتينج. يعني هنان الرنج بعد قعد وتحرك الفلنج على الفلنج. يعني من بعد ما تركبت. تركب الفلنج على الفلنج. اوكي? هذا الشكل هيصير. موضوع هو سهل و بسيطة بس معلومة لك يعني حتى تستفاد معتها. نجي عن نوع الثاني اللي هو الار اكس. شوفه هنا. هنانه يسموه الار اكس. شوف شون شكله? اكو بيه فتحة تصير هنانه محوريه. زيان. ار اكس رنج قاسكيت. شوف شون هنانه قعدته. ها الانيرجايزي ده. عندك هنان البي اكس. شوف هنان شون قعد. شون شكله? هاذا هم شكله? ايضا بيه شنوه? بيه فتحة هول. سموه اكسيال هول. انيرجايزي. هاذا شوفه شون فيس تو فيس? هاذا شكله? صير يعني تقريبا ضلعين. ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ايضا ثماني. بس شنو الشكل ما لتيه? شوية قا يعني قريب على المربع يعني. اضلعه هنان الانحناءات. يعني هسا هنها بس هذي شوية شبيهة المربع. بس هي شنوه? ثمانية الاللع. عندك اكو نان اي بي اي. اللي هي الكاميرون تايب اي اكس. وبرجر انيرجايزي. وعندك سي اكس ايضا من كاميرون. وايضا انيرجايزي. الاكس تدل عليه انيرجايزي. عفو. هاذي شوف هنا حتى هنا اكو في اكس وهنا اي اكس وهنا سي اكس. اوكي? سي اكس هنا هو كاتب لي الفور رايزر. الرايزر اللي يصير وين بالبحار? يعني يربط البي او بي بالاسفل والرايزر يصعد لي فوق. يوصل لك المن? يوصل لك للمنصة البحرية. زيان والبي او بيات اللي بال يعني بالافشور. فهذه نحن احنا ما نستخدمها احنا نستخدم الاي بي اي. اللي هي الار والار اكس والبي اكس. نجي هنا اكو تايبل. اي بي اي فلنج عند رينج غازجيت تايب. عندك السيكس بي قلنا هو فلنج تايب. والسيكس بي اكس. شون اللي مستخدموا هي السيكس بي? الار الاوظل قلنا البيضوي. والار اوكتاغونال اللي هو الثماني. زيان. وايضا الار اكس. فيس تو فيس ميكاوب تلاثة هنلا. برجر انيرجايزت سيل فقط الار اكس وي البي اكس انيرجايزت. بي سيكس بي اكس بي اكس غازجيت هاذة الرينغ غازجيت مالتي. فيس تو فيس نعم فيس تو فيس. برجر انيرجايزت غازجيت. نهاية الفيديو ان شاء الله يعني هسة حاليا احنا وصلنا الى نهاية الفيديو. بالتعليق اريدك تكتب لي شون تعلمت? what did you learn in this video? شون تعلمت من هذي الفيديو? لهنا انهي الدرس وان شاء الله نشوفكم بموضوع اخر من مواضيع ال اي دبليو سي اف اكوبمنت في امان الله تحياتي. اشتركوا في القناة